أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هواه ما ضل صاحبكم وما غواه وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالفة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم البدا أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراه وإبراهيم الذي وفاه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعاه وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك الانتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا تمنا وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرا وأنه هو أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آذاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر